وفيه أنه لا تخلو العلاقة الإنسانية مهما كانت وثيقة من معكرات تكون بالجبلة والطبيعة وما يكون عليه مقتضى حال البشرية من الخطأ والتجاوز والقصور والتقصير فينبغي للإنسان أن لا يطلب الكمال في الناس فإن طلب الكمال في الناس عسير بل لا يوجد إذ كل أحد منا فيه ما يحمد وفيه ما يذم فينبغي أن يغلب ما فيه من خير على ما يمكن أن يكون فيه من قصور أو تقصير